النهاردة هنعمل أجمل أرقيش بتتباع في المخابس كلنا بنحبها وبنجر على طن نشتريها ومش عارفين إن هي أصلا طريقتها من أسهل ما يكون هنعمل المنين السادة وكعب الغزال والعسلية بكيلو دقيق واحد هتملي البيت خير طريقتهم يعني من أسهل ما يكون من العجان اللي هي نكحة ومضمونة من أول مرة ما تقلقوش هقولك إزاي العجينة تبقى نكحة معاكي وإزاي المنين أو الأرقيش تطلع ما أرمشها كده والتسوية المثالية لها الفيديو بتاعنا النهاردة ينفع مشروع مربح جدا جدا للناس اللي بتدور على مشاريع ما تنسوش بس تفرحوني بلايك وشير الفيديو ويلا بينا نبتدي هنحتاج لوصفتنا النهاردة كيلو من الديقيق هنضيف لي ربع ملاعقة صغيرة من الملح وتلاتة باكت من الفانيليا وملاعقتين كبار من النشا بيدي هشاشة جميلة كده وأرمشة للأرقيش وبعدين هنضيف أربع ملاعق كبار من السكر سكر حبيبات عادي وملاعقتين كبار من السمسم المتحمص وملاعقة كبيرة من الخميرة بما يعادل عشر جرام ونص ملاعقة صغيرة من البيكنج بودر كل المكونات الجافة دي هنقلبها كده مع بعض عايز أقولكم التركيبة الجميلة دي هتدينا عاجينة نكحة مليون في المية كمان طعم مميز أوي للأرقيش ودلوقتي هنبتدي نضيف المادة الدهنية أنا ضفت كوباية من الزيت تكون دافية ما تكونش بردة وكمان تلت كوباية إما من الزيت إما من السمنة يعني إلي ريحكو السمنة برضو مع الزيت بتخلي الرئيش تبقى مقرمشة وكمان نعمة في نفس الوقت أهم حاجة كده نخلط في البداية المادة الدهنية مع الدقيق لغاية ما تبقى كده عاملة زي حبات الرمل يعني لازم الدقيق يتشرب من المادة الدهنية بتبقى بالشكل ده وبعدين هنضيف المية بالتدريج هنضيف أول كوباية وتاني كوباية مش بنضيفها مرة واحدة بنضيفها بالتدريج علشان زي ما إنتوا عارفين إن في نوعيات من الدقيق ما بتحتاجش المية كتيرة فعلشان برضو الوصفة ما تخلناش كده ونفضل نضيف كل شوية مية وكل شوية دقيق إحنا بنخلي المية هي اللي بنضيفها في الآخر بالتدريج العجينة بتاعتنا النهاردة من أسهل العجينة اللي ممكن تعجينوها يعني بتاخدش مجود خالص أنا سبت ربعة كوباية من المية العجينة بعد ما بلناها بتكون بالشكل ده هي بتكون عجينة مفرغة كده أو يعني بصوا بالشكل ده ما بتكونش نعمة بتكون فيها فراغات كده بالشكل ده بتكون يعني عجينة خشنة شوية لكن ملمسها نعم جدا هسيب العجينة ترتاح عشر دقايق على ما نجهز الحشوة أنا جبت عجوة وبعدين ضفت ليها ملعقة من الزيت وبدلكها كده أو بعجينها بين إيضا يعني قطعوها قطع صغيرة كده ودلكوها علشان تبقى طرية ونعمة معنا وإحنا بنستخدمها هنبتدي دلوقتي نعملهم كده رول رفيع يعني صوابع علشان يبقوا جاهزين معنا للحشوة ما تخلوش الصوابع دي تخينة قوي يعني حجمها كبير علشان طعمها ما يغطيش على طعم العجينة اللذيزة بتاعتنا النهار ده لإن طعم العجينة دي فعلا مميز وجميل وهنعمل برضو شكل تاني للحشوة بنجيب كس من أكياس التلاجة فتحته كده بالمقص وحطيت في العجوة وبتديت أفردها بالمردانة عايزينها تبقى رفيعة قوي زي ورقة الكراسة ما تخلوها اشتخينة هي بتكون سهلة جدا على فكرة هقولكو برضو على طريقة تالتة للحشوة كده خلاص بقت جاهزة معايا هاركنها على جنب وهنجيب العجينة وهنبتدي دلوقتي نعمل أول نوع معنا النهار ده وهو العسلية باخد العجينة وما بعجينهاش علشان ما تعملش كده عرق معايا وتبقى جمدة في الفرد هي بتبقى سهلة خالص طالما العجينة ارتحت عشر دقيق بتبقى سهلة معاك وما بتغلبكش نهائيا بنفرتها على شكل مربع أو مستطيل وبنسوي طبعا الجناب يعني الحاجات اللي هي زيادة دي احنا بنشيلها سواء بالسكينة أو بأي حاجة وبنرجع نسويها تاني وبعدين هنجيب الصوابع اللي احنا عملناها دي وبنعملها بنفس الطول والحجم بتاع العجينة وبعدين بنلفها واول ما تقفل الناحية التانية ما بنلفهاش لفتين يعني هي لفة واحدة واول ما تقفل بنقفل عليها الناحية التانية ولازم نقفل الفتحات دي كويس علشان لما بتختمر العجينة ممكن تفتح معاكم فاحنا بنقفلها كويس ونسوي الجناب وبعدين بنقطعها بالشكل ده وحاولوا تخلوا الصوابع دي كلها قد بعضها انتا بيكون شكلها الحشوة طبعا بتبقى باهنة كده وشكلها جميل انا برجع سويها كده بين ايدي ودلوقتي هجيب طبق وحط في كده حوالي تلت كوباية من الميا وفيها ملعقتين كبار من العسل او ملعقتين من السكر لو ما فيش عسل بس هو العسل اسود بيدي لون حلو قوي للمعاجنات عموما يعني مش للقرائش وبس وبعدين بنزلها في السمسم واحنا ليه حطيها الميا مع العسل علشان دي بتخلي السمسم يمسك على القرائش وما بينزلش منها لما تدخل الفرن وتستوية يعني بيفضل السمسم كده ثابت فيهم على طول شكلها لزيز بكمل كل الصوابع اللي عندي بنفس الطريقة بنزلهم في العسل بالميا وبعدين بنزلهم في السمسم وبعدين بضغط عليهم ضغطة بسيطة بيدي وده شكلهم في الصينية انا بدي ان الصينية دهنة بسيطة جدا من الزيت يعني ما تكتروش الزيت كده كده العجينة فيها مادة دهنية بكمل العجينة بنفس الطريقة كده بالزبط وكده انا خلصت اول نوع معانا النهاردة تعالوا نعمل تاني نوع وهو كعب الغزال بجيب عجينة برضو وبفردها وبعدين بجيب العجوة اللي انا فردتها بين الكيس فاكرين وبعدين بقطع العجينة على قد مقاس العجوة بالزبط وبعدين هبتدي برضو اعملها رول باللفها بالشكل ده ولفوها كويس وكل اللفة من دول بتخليها مورقة كده من جوة شكلها حلو قفلوا الاخر حتة دي بنقفلها كويس جدا وبعدين بنلفها كده او نرولها عشان تبقى ايه مترتبة وشكلها جميل ما تخلوش القطع دي تخينة علشان بيكون شكلها حلو وهي صغيرة بصوا هقولكو برضو على طريقة تانية حلوة قوي للتقطيع بننزلها في الميا اللي هي بالعسل وبعدين في السمسم وبعدين بضغط عليها ضغطة بسيطة بصوا الطريقة الثالثة دي للعجوة انا اخدت شوية من العجوة دي حطتهم فتاصة على النار ضفت اليوم ثلاث ملايق من المياه وفضلت حطاهم على النار اقلب فيهم كده لغاية ما بيقوا بيوري كده عاملين زي ايه زي المربة وفردتهم كده وخلاص لفت عليهم دي طريقة ثالثة يعني ازا عجبتكو على فكرة هي بتكون سهلة جدا برضو وبردو بنقفل على الحشوة وبعدين بنتيدي نقطعها اقولكو على طريقة حلو قوي للتقطيع عارفين الخيط اللي هو اللي احنا بنتخيط به بصوا بنقطع به بيبقى شكله متساوي جدا جدا احلى من السكينة السكينة بحسها بتبوز العجين بتلخبط الرسمة لكن لما تمسيك الخيط كده وتقطعيه بالشكل ده الفكرة دي جاتني متأخر يعني انا مش عارفة ازاي كان اتاها عني مع ان احنا استخدمناها كتير بصوا بتخلي الرسمة واضحة ازاي ومش متلخبطة كده انا خلصت كعب الغزال والعسلية لو حابين تسويهم في نفس الصينية بيضوا نفس الوقت لكن المينين ما ينفعش نسويه معاهم في نفس الصينية المينين دلوقتي هنعمله اخر حاجة فردنا العجينة والفردة دي بتكون سميكة شوية غير العسلية وغير كعب الغزال علشان دي هنخليها رئيش سادة كده من غير حشوة بصوا السوم كده حلو قوي ممكن تقطعوا بالقطع دي اللي احنا بنعمل بيها المخلل او ممكن بالسكينة عادي يعني مش هتفرق بكمل العجينة كلها بنفس الشكل بيبقى شكلها جميل وحاولوا تخلوا الصابع كلها قد بعض عشان بيبقى شكلها حلو ومتناصق المينين ما ينفعش نحطه في نفس الصينية اللي بنحط فيها العسلية لازم نحطه في الصينية لوحدها لان فترة التسوية بتاعته بتكون اقل من فترة العسلية وكعب الغزال لان هو بيكون مفرغ كده وخفيف وما فيهوش حشوة ودلوقتي ركزوا معايا في التسوية بنولع الفرن قبل ما بندخل فيها الصجات دي بعشر دقايق يعني لازم ندخلهم في فرن ساخن مسبقا هنخلي الصجات دي على اعلى رف في الفرن اللي هو الرف اللي تحت الشوية مش الرف اللي في النص علشان تستوب راحتها من تحت كده وما تاخدش لون غامق هندخل الصجات دي على درجة حرارة 180 اول عشر دقايق بعد عشر دقايق بنوطي درجة الحرارة على 160 علشان يقرمش كده ويبقى هش وخفيف لو ما اخدش اللون الجميل اللي قدامكو ده ممكن ننزل الرف ونخليه في النص ونولع الشواية ونطفي الفرن بنولع الشواية مسافة دقيقة كده طبعا مع المتابعة لو حابين المنين يكون طاري ومش مقرمش هتدخلوا المنين على درجة حرارة 180 اول عشر دقايق وبعدين هتوطي الفرن على 160 هياخد معاك برضو عشر دقايق وبعدين نطلعه من الفرن ونغطيه علشان يفضل محتفظ بطرعوته وصفتنا النهاردة من اجمل الوصفات اللي ممكن تعملوها يعني بكيلو دقيق واحد شوفوه يعني هتملو البيت خير عملنا تلات انواع يعني التلاتة في نظري احلى من بعد تخيلوا لو انتم اشتريتوا بقى الكمية دي من المخفز هتكون بكام طعمه كمان اجمل بكتير من اللحلة بنشتريه شايفين السمسم قد ايه يعني متماسك وما بينزلش خالص عايز اقولوكم طعمه وريحته رهيبة رهيبة طول فترة التسوية الريحة كانت مفحفحة في البيت بشكل مش طبيعي بتمنى ممكن لقلبي وسطنا النهار ده تكون عجبتكم وافدتكم ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو وبحبكم جدا جدا